اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضع بناء الانسان المصري في مقدمة الاولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الاخص وايضا الثقافة بيشغل اهم التحديات واهم النقاط اللي لازم الحكومة ان شاء الله هتكون شغالة عليها تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير اكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والالية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضحها في خلال المرحلة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الانسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم الحفاظ طبعا على الامن والاستقرار وتكفيف منابع التطرف والارهاب وجزء كبير من هذا الموضوع ليس فقط الشق الامني ولكن ان يكون هناك خطاب ديني معتدل يوجه لشبابنا ويجذب شبابنا علشان يعني يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحة التطرف او الارهاب لقدر الله والجزء طبعا المهم جدا اللي بيشغلنا الاستمرار في اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة تشجيع دور القطاع الخاص اكثر واكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من اجمال الاستثمارات العامة او الاستثمارات الاجنبية للدولة وبالتالي احنا حطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه ان نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في اجمال الاستثمارات العامة بحيث تصل الى اكتر من 65% في خلال العامين 3 القادمين العمل على حد من التضخم وضبط الاسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة لان الحقيقة كلنا مقتنعين تمام الاقتناع ان احنا ايلين صحيح فيه مجموعة من القطاعات الانتاجية اللي الدولة مركزة عليها الصناعة الزراعة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات السياحة ولكن كلنا مجمعين ان قطاع الصناعة لازم الفترة الجاية يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة القادمة الوصول الى هدف 30 مليون سائح سنويا في خلال فترة الحكومة باسرع وقت ممكن العمل على زيادة الصادرات المصرية احنا يمكن اعلن ارقام ومستهدفات الدولة تكون قادرة على التحقق وتحققها ان شاء الله لغاية 20-30 فبالتالي لازم ان احنا نشتغل على هذا المستهدف ونتحقق ونحققه ان شاء الله تطوير الاداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكانة وهيكلة الوزرات والحد ما بين التشابكات والتدخلات ما بين الوزرات في بعض الملفات اللي اتبقى احيانا مهمة طبعا كان توجيه سيادته ايضا سرعة استكمال مشروحة يا كريمة لانه بيمس كل ابناء الوطن في الريف تمكين اكثر للمرأة والشباب وطبعا استمرار الدور الكبير للحقوق الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية وبالذات في اطار حضركم شايفين المنطقة والاقليم دلوقتي في قمة الاضطراب يعني احنا ما شاهدناش الاقليم اللي احنا عايشين فيه واللي موجودين فيه بكل هذه الكمية من التحديات والمتغيرات اللي بتحصل لا قبالغ اذا قلت كل يوم بيبقى فيه متغير جديد في المنطقة بتاعتنا فالحقيقة من خلال هذا الموضوع الحقيقة كانت الفلسفة ان احنا يعني يكون هناك في شكل التشكيل الحكومي تغيير اهم شيء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء والحقيقة انا يعني حتت ملفين مهمين جدا ملف التنمية البشرية لان هو ده اللي دايما كلنا بنقول بناء الانسان والصحة والتعليم وكان اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم ان هو طبعا لديه خبرة كبيرة جدا في المجالين يعني في الاساس الصحة والتعليم لان هو كان وزير تعليم عالي سابق وكان متواصل بصورة دايما مع التربية والتعليم وحاليا هو وزير الصحة والسكان وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي انه يقدر ان هو يبقى مسؤول عن هذه الملفات المهمة جدا وطبعا هنا مش بتكلم فقط على صحة وتعليم ولكن بتكلم على ثقافة على شباب ورياضة على تضامن اجتماعي كل دي هتبقى ملفات يعني مسؤول السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية عن متابعتها بصورة دورية وطبعا انا ببقى موجود معاه ولكن يبقى هو علشان يبقى يعني جزء مهم جدا في المتابعة اليومية عشان احنا حنحط مستهدفات واضحة بارقام واضحة لكل هدف من الاهداف اللي سيدة الرئيس كلت بيها الحكومة طبعا الملف التاني وده الملف مش عايز اقول الاهم لكن ملف من اهم الملفات اللي بتمثل قضية حياة او موت للدولة المصرية هو التنمية الصناعية وعشان كده كان تكليف سيدة الفريق كامل الوزير بهذا الملف ويمكن بعض تساءل عن ان سيدته بيشغل وزارتين او حقبتين ودول الحياة كان ليهم هدف مهم جدا سيد الوزير كامل الوزير الحياة من نقدر نقول عليه الحياة بمنتهى الامانة كفاءة ادارية وتنفيذية من الدرجة الاولى والحياة التفرة الكبيرة اللي حصلت في وزارة النقل يعني ادتنين اطمئنين ان شاء الله ان هو مع تولي ايضا منصب حقيبة الصناع هيكون بازن الله قادر بدعم مجلس الوزراء كله ان هو يقوم بهذا المنصب ولكن ما زالت هناك ملفات في وزارة النقل مشروعات كبيرة تستدعي استمرار اشرافه عليها فعشان كده كانت فكرة ان هو حمل الحقبتين وان هو يبقى مسؤول عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويمكن انا هتكلم على موضوع المجموعات الوزارية اللي حيتم تشكيلها في خلال الفترة الجاية ولكن يبقى ملف الصناعة كله يبقى معه مع استكمال مشروعات النقل كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ودي كان هناك مطالب كثيرة بعودة هذه الوزارة في ضوء ان احنا النهاردة كلنا بنتكلم على محتاجين نجزب استثمارات خارجية اكبر ولازم يبقى هناك شخصية متفرغة لهذا الموضوع الحمد لله الدولة يعني حضركم تابعته السنة اللي فاتت اعتقد تعتبر اعلى سنة في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات طبعا مع دخول صفقة راس الحكمة ولكن احنا محتاجين استدامة هذا الموضوع ويبقى هناك جهد مستمر لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج ويبقى قادر على تحقيق مستهدفاتنا في هذا الامر ومن هنا كان الرغبة في عودة هذه الوزارة ولكن ايضا دمجنا معاها قطاع التجارة الخارجية اللي كان موجود في وزارة الصناعة وهدف هذا الموضوع ان قطاع التجارة الخارجية الترويج لمصر بيبدأ من الخارج زي ما هو بيبدأ ايضا من داخل الدولة ومش فقط انا بتكلم على استثمارات في مجالات مختلفة زي التنمية السياحية او التنمية عقرية في جزء من الترويج للاستثمار بيبقى عشان ملفات زي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايضا ولكن الاهم هو تعظيم الصادرات المصرية احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نعظم مواردنا من العملة الصعبة التعظيم بييجي من ان انا ازود استثمارات اجنبية مباشرة جوة البلد وازود صادراتي بالتأكيد يعني مع طبعا موضوع تمكين وتعميق الصناعة المحلية عشان نقلل فطولة الاستثمار لكن جناحي موضوع الاستثمار وجذب عملة اجنبية بيأتي من استثمار خارجي وايضا ان انا ازود صادراتي فعشان كده ربطنا الملفين مع بعض عشان يبقى فيه وزير مسؤول عن الملفين ويقدر ان هو يشتغل عليهم عشان نحقق موضوع هدف تعظيم الصادرات المصرية كانت فكرة دمج مجموعة من الوزرات مع بعضها البعض وهي بداية موضوع التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لان كده انا بدمج وبحقق التكامل والتنسيق في ادارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة او الاقتصاد الكلي زي ما بنقول يبقى كل ملفات الاقتصاد موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع عشان تحقق التكامل في تحقيق فكرة ازاي ان احنا هدفنا شيء واحد كيفية الحد من الدين سواء الخارجي او الداخلي ووضع سقف لي واضح بنشتغل عليه كلنا كدولة كل المجموعة الاقتصادية شغال عليه لكن كده من خلال وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة حيبقى هنا الرؤية ان احنا ازاي نقدر نوقف نحجم موضوع الدين الخارجي بالذات وايضا نحدد الفجوات التمولية يعني ايه الفجوات التمولية نحددها ازاي وزارة التخطيط كان بتحط ما يخص الاستثمارات الباب السادس بتاع الدولة في الموازنة ولكن احيانا بيبقى جزء من الباب السادس ده مش كافي وبيبقى محتاج مكون دولاري اللي بتقوم بيه التعاون الدولي فيبقى هنا من خلال التكامل كلهم ويبقوا تحت نظر وزير واحد يقدر ان هو يحقق هذا التكامل ويبقى عندي لما بقول باب الاستثمارات بتاعت الدولة يبقى جزء منه من الموازنة المحلية والجزء التاني اللي جاي من القرود والمنح والتيسيرات المالية اللي بناخدها من خلال التعاون الدولي الملف التاني هو ملف الخارجية والهجرة والحقيقة يمكن الوزارة الهجرة لما انشئت انشئت في ظروف معينة حضراتكم كلكم تعلموها في الفترة ما بين 2011 و2012 و2013 وقامت الحقيقة بدور كبير جدا ولكن كان واضح تماما ان في النهاية العمل متداخل ما بينها وما بين وزارة الخارجية باعتبار ان الخارجية طبعا لديها هي يعني الاذرع الحقيقية للدولة في الخارج من خلال السفارات والقنصليات ودول اللي هم بيتعاملوا مع المواطنين بصورة مباشرة فعشان كده كانت التفكير ان يحصل عشان يبقى فيه تكامل وما يحصلش اي نوع من التكرارية والتداخل يتم دمج الوزارتين ويبقى فيه نائب لوزير الخارجية حيبقى معني من الاتنين نواب طبعا اللي تم تعيينهم امس حيبقى معني بملف الهجرة ان شاء الله الحقيقة الحمد لله يمكن اذا حضراتكم تابعته الاسواق العالمية والاسواق المحلية استقبلت عملية الاعلان عن التشكيل الجديد لان هو الحقيقة الحمد لله زي ما حاكم شفته من اكبر التغييرات اللي تمت من حيث الاعداد ومن حيث الشخصيات وكنا حرسين كل الحرس ايضا في الاختيار ان نجيب زي ما قلت لحضراتكم وجوه كطبعا الخبرة شيء مهم جدا ولكن يكون هناك وجوه شابة نزلنا الحقيقة بالمتوسط العمر بتاع الحكومة كله يعني الى الخمسينات هناك نواب للوزراء والمحافظين كمية هائلة من الشباب والسيدات وده دايما توجيه سيادة الرئيس لتمكين الشباب والمرأة وعشان كده يمكن كان هناك استقبال بصورة ايجابية انعكس طبعا في ان سعر السندات المصرية ارتفع بصورة غير مسبوقة في الاسواق وده شيء جايج جدا ايضا يمكن كان صدر معاها بالمصادفة امس مؤشر مدير المشتريات اللي يعني وصلنا الاول مرة من تلات سنين الى اعلى رقم اللي هو تسعة ورمعين وتسعة من عشرة او يعني خمسين وهو معنى انك توصلت الخمسين يبقى معناها ان الدولة او الاقتصاد في اطار النمو الايجابي والمؤشر ده ليه بيهمنا لان هو بيتعمل بارة عن ان بيتم استطلاع رأي اكبر ربعمية الى خمسمية من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية دول بيتسئلوا طب رأيوكوا ايه في الاوضاع الاقتصادية الموجودة في البلد واستشرفكم ايه للمستقبل فمعنى انك بتحقق الخمسين يبقى ان النظرة ايجابية وان هناك رغبة في التوسع وان القطاع الخاص شايف ان الخطوات اللي بتقوم بيها الدولة النهاردة بتحقق الغرض من كل الاصلاح الهيكلي اللي موجود وهو ده اللي احنا بنحاول ان شاء الله وحنحاول نستمر عليه في خلال الفترة القادمة باذن الله الحقيقة يمكن في اطار ان احنا عايزين نحقق مستهدافات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والاهداف اللي ممكنها او وضعها للحكومة هنبدأ يمكن ان استحدث ان يبقى فيه فلسفة ليه ان يبقى فيه مجموعات وزارية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات وبيبقى بيرقصها يامى رئيس الوزراء يامى وزير معني بهذه الوزراء وطبعا اول مجموعتين اللي انا اعلنت عنهم واللي حيرقصهم استادة نواب رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزرية للتنمية البشرية وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزرات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء بيجتمعوا اسبوعيا بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم رئيس الوزراء بيعود معاهم ممكن كل اسبوعين او كل شهر على الاكثر مرة بتعرض قرارات المجموعة لو تطلبت اي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الاسبوع يعني المجموعة الوزرية تجتمع لقيت ان في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن بالاضافة الى المجموعتين دول هيبقى طبعا هناك مجموعة للتنمية السياحية بصورة كبيرة مجموعة الاقتصادية طبعا دي مجموعة قائمة وبتاعة هتجتمع بصورة دورية ودي بتبقى برئاسة رئيس الوزراء وايضا هتكون هناك مجموعة وزرية للطاقة والتركيز اكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين هناك مجالس موجودة ولكن انا بتكلم على موضوع سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية اللي تمكن ان احنا نتحرك بسرعة علشان نحقق المستهدفات المجموعة الاخيرة ودي مجموعة مهمة جدا هتبقى المجموعة الوزرية الخاصة بموضوع ريادة الاعمال لان هذا الموضوع شديد الاهمية للدولة والشباب وتشجيع الشباب وريادة الاعمال وهذا الملف فيه تداخل ولكن هنشتغل عليه ان يبقى هناك مجموعة وزرية مسؤولة عنها وزير وتبدأ انها تحل مشاكل وتدفع العمل في هذا الموضوع ان شاء الله حيكون هناك مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء حيتم تعينهم جوه مجلس الوزراء كل واحد منهم حيبقى موجود لواحدة من هذه المجموعات عشان ايضا يضمن المتابعة الدورية ويبقى هو موجود جوه من المجلس الوزراء ايضا عشان لو فيه اي شيء يتطلب تزليل اي عقبات اخرى حيبقى هو لديه الخبرة الفنية التخصصية في هذه المجالات وحيبقى موجود ويقدر ان هو يساعد في هذا الموضوع ويدي تقرير مباشر لرئيس الوزراء بمهام واللي بيحصل بتفاصيلها في المجموعة علشان اي حاجة محتاجة دعم نقدر ان احنا نساعد في هذا الشأن ان شاء الله الحقيقة ان كان توجيه سيادة الرايس لينا امبارح في الاجتماع الموسع اللي عقده مع مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ان التواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية فيه عرض كل التحديات اللي بتواجه الدولة والاستباقية يعني ما نستناش ان الازمة تحصل وبعد كده نطلع نقول هي الازمة حصلت ليه لو فيه شايفين ان حيبقى ممكن من الوارد لقدر الله فيه ازمة معينة لازم نبادر بالاعلان المسبق عنها وان احنا نبقى بنعرض الموضوع بمنتهى الوضوح والشفافية علشان يبقى المواطن نفسه عارف الموضوع وايه التحديات اللي بتواجه الدولة عشان يقدر ان هو يعرف الدولة بتتحرك ازاي ويمكن علشان نحاول نضمن هذا الموضوع يمكن يعني انا بحب احد حضراتكم انه هيبقى فيه مؤتمر اسبوعي ثابت ومستمر حيبقى بعد اجتماع مجلس الوزراء حيبقى بنفس فازين الهقاعة حبقى انا موجود فيه مع ممكن عدد من السادة الوزراء ونفتح مع حضراتكم مش فقط ان احنا نعرض ايه اللي تم معه يعني منقشته جوه المجلس لا حنعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الاسبوع ده وحيبقى الاساس ان احنا نسمع منكم واي اسئلة او استفسارات ونرد على حضراتكم كما ان احنا حنستغل ان يبقى ممكن على الاقل مرة في الشهر يبقى حاضر معانا ايضا كبار المفكرين ونقدر نقول مقدم البرامج والاعلاميين الكبار عشان برضو يبقوا موجودين معانا وبردو يسألوا ويبدروا بالطرح اي قضايا النهاردة عايزين الدولة انها تتكلم فيها ويعرفوا مستفسارات عشان ينقلوها لرأي العام هذه القلية هتبقى ثابتة بعد كل مجلس وزراء هتبقى موجودة زي ما قلت لحضراتكم مش هدفها ان انا اجي اقول لكم مجلس النهاردة ناقش ايه ده هيبقى جوز لكن الاهم لو في اسئلة لاي قضايا انتم حضراتكم شايفينها هنكون جاهزين ان شاء الله ان احنا نرد عليها وده يبقى منبر من المنابر اللي نقدر ننقل كل شيء للمواطن وعشان يعرف ايه اهم القضايا والمستجدات طبعا التعامل مع ملف السياسي والاحزاب والالية الحوار الوطني هتستمر بصورة كبيرة جدا شغلنا الشاغل هيبقى الفترة الجاية كحكومة جزء من ملفاتنا تنفيذ كل توصيات الحوار الوطني وعشان كده يمكن كان طبعا جزء من فلسفة طبعا اختيار المستشار محمود فوزي كوزير لشؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي وده يمكن يعني جزء من المسمى بتاع الوزارة ان يكون طبعا بخبراته وجوده كان في الحوار الوطني والمجلس الخاص بالحوار الوطني انه هو هيبقى بيلعب دور كبير في هذا الشأن ان شاء الله في خلال الفترة القادمة الحقيقة كان اول اجتماعين النهاردة اذا حضراتكم تابعت وعملتهم الصبح كان الاول مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول علشان موضوع ازمة الكهرباء والحقيقة انا عايز ااكد لحضراتكم احنا بنتابع يوم بيوم اللي بيثار على الرأي العام سواء من البرامج الحوارية مقالات الرأي السوشيال ميديا يعني كل يوم بيتحط على مكتبي او بيبعتلي على التليفون كل ما يثار في الدولة حتى الاستطلاعات للمواطن يعني لما تسأل هو انت عايز ايميل حكومة جديدة اهم قضيتين النهاردة ويعرف ان هما بيشغلوا الرأي العام وانا بأكد ان انا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء الموضوع التاني ضبط الاسعار فعشان كده يمكن انا كان اول اجتماعين النهاردة كانوا بحوالين القضيتين دول هناك طلبات اخرى طبعا ودي اللي حنشتغل عليها اللي تأتي ضمن التكلفات اللي سيادة الرئيس قالها لنا لكن دول هما المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيه بصورة عجلة احنا كنا يمكن اعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت الازمة الكهرباء ان احنا بنستهدف الاسبوع التالت من يوليو ان شاء الله ان احنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف النهاردة كان الاجتماع للتأكد ان تم التعقد على كل الشحنات اللي احنا فعلا حتمكن وزارة البترول والكهرباء ان هما يحققوا هذا المطلب طلبت من استادة الوزراء انه يحددولي تحديدا اليوم اليوم اللي حنروح جايين ان شاء الله في الاسبوع الجاي نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا حنقدر ان احنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الاقل في فترة الصيف ولكن ادت لهم تكلفات اخرى لان احنا كنا حطين واعلننا ان احنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الازمة الى الابد فان شاء الله حنشتغل على هذا الموضوع وده اللي انا بأكد عليه ان احنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع دبرنا الموارد المالية المطلوبة ودي ارقام ليست بالقليلة وموارد كلها موارد دولارية وزي ما قلنا حوالي مليار ومتين مليون دولار وده رقم ليس بالقليل ولازم يعني انا هتكلم معلش نقاسف ان انا بقول هذا الكلم اثير طب منتو يعني جالكو فلوس راس الحكمة وفي حاجات تانية مع السندوق ومع المجموعة دي طب على طول استخدموا هذا الكلام في نفس الوقت مطلوب من الحكومة ادارة ازمة وازمة غير مسبوقة وعايز ااكد هنا في حاجة مهمة جدا احنا بنضع سيناريوهات لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل خلال الفترة الجاية كل يوم بيحصل مستجد جديد اعتقد الفترة اللي احنا كلنا شايفينها دي عمرهنا ما شوف صدفناها في حياتنا كل يوم ممكن يحصل مستجد يعني حدي لحضراتكم مثل لو انا كرئيس وزراء النهاردة بشتغل على مستهدفات في يوم 1 اكتوبر 23 كيف كان سيكون المتخص قرار ان يتخال ان يوم 7 اكتوبر هتحصل المشكلة بتاعة الغزة وبكل تدعيتها اللي حصلت وحتى لما حصلت هذه الازمة بتاعة اكتوبر ما كناش عارفين طب حتستمر ومداها لغاية امتى يعني محدش كان حتى يتخيل انها هتفضل مستمرة كل هذه الفترة الكبيرة فده كان شيء مفاجئ طب تدعيتها الكبيرة على أزمة البحر الأحمر وإرادات قناة السويس النهاردة إرادات قناة السويس كلكوا عارفين انها نزلت بصورة كبيرة جدا فبنحط كل السيناريوهات يعني وحقولها كده الأكثر تشاؤما عشان نبقى جهزين لتحمل أي صدمات فعشان كده بيبقى يعني صرف الموارد بتاعتنا في إطار محاوكم ورشيد وبالتنصيق الكامل بعنبنك المركزي عشان تحسبا لإيه لأي شيء إحنا مش عارفينه ما هو لقدر الله النهاردة لو حصل تدعيات أكبر في المنطقة لابد إن إحنا نكون جهزين فعشان كده أنا بحب إن إحنا كلنا نبقى عارفين بتحركاتنا بنبقى بنتحرك في إطار إن لازم أحط رؤية لسيناريوهات إحنا مش عارفين الدنيا حتحصل فيها إيه الفترة الجاية وبرضو نحل مشاكلنا اللي إحنا عارفين إن المواطن عايز النهاردة يتحرك عليها ده بما يخص موضوع الكهرباء وعشان أأكد لحضراتكم إن شاء الله ما تم الالتزام بيه حيتحقق في خلال النصف التاني من شهر يوليا بإذن الله الجزء الآخر كان طبعا اجتماع مع السيد وزير التموين والنائب السيد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك عشان موضوع ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتجديد الرقابة على الأسواق علشان نقدر إن إحنا يعني نتطمن إلى توافر السلع وده الحمد لله متوفر ولكن الأهم عندي هو ضبط الأسعار وعشان كده يمكن كان هناك تأكيد على هذا الموضوع وأيضا يعني طلط منه طبعا مع مرة أخرى التنصيق الكامل مع يعني لجنة الحوار الوطني لموضوع الدعم ومستقبل الدعم وإزاي حنتحرك فيه وده زي ما قلت لحضراتكم إحنا أحلنا هذا الملف بكل التوصيات بتاعته للحوار الوطني وعايزين إن إحنا نشوف مع بعض كيف يمكن وضع تصور أكثر كفاءة ووصولا للمواطن المستحق في خلال الفترة الجاية فعشان كده يمكن طلبت من السيد الوزير إنه يتم التواصل المباشر مع المنظومة الحوار الوطني ونبدأ فورا في تفكير للمستقبل لما يخص موضوع الدعم النقدي أنا حبيت إن أنا يعني النهاردة أعرض على حضراتكم كل هذه المستجدات ولو في أي أسئلة من حضراتكم يعني تحت أمركم تفضل منصور كامل الأخبار بنهني حضرتك بتشكيل الحكومة الجديدة وكل التوفيق لساعدتك وأعضاء الحكومة أنا ليه سؤالين السؤال الأول حضرتك تحدثت عن موضوع فلسفة الحكومة في تشكيلها واختيارها وموضوع دمج الوزارات ذات النشاط المتشابه كان فيه هناك بعض الاقتراحات أو الحديث قبل تشكيل الحكومة عن وزارات أخرى ذات الأنشاط المتشابه وممكن على سبيل المثال وزارة الكهرباء والبترول كلام كبير جدا على دمجهم في وزارة واحدة هل الحكومة كانت تفكر في هذا الإتقار أم لا والملف الثاني كمان موضوع المجموعة الاقتصادية هل سيكون هناك مجموعة اقتصادية بالإضافة للمجموعتين الحركة ذكرتهم وسؤال الثاني كيف ستوازن الحكومة الفترة القادمة بين احتياجاتها التمويلية الكبيرة ومفاوضاتها مع المؤسسات الدولية وعلى الأساسا دولناد الدولي والمؤسسات الأوروبية وغيرها وفي نفس الإطار رغبتها في السيطرة على الدين العام وخاصة الدين الخارجي ووصول إلى أرقام كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وما يترتب عليه من عبق هذا الدين وأقتصاد الصينوية شكراً معالي دولة الدولي طبعاً ملف الحقيقة موضوع كان دمج وزارتي الكهرباء والويترول كان مطروح ولكن في ظل الحقيقة الأزمة اللي موجودة يعني رؤي إن ده ممكن يبقى يرجع في مرحلة قادمة عشان نقدر إن إحنا نحقق الأول التكامل لإن عملية الدمج أنا عايز بس أقول لحضراتكم شيء عشان نقدر نعمل دمج حقيقي لوزارات لازم الأول يكون تعمل إصلاح هيكالي داخلي في الوزارتين يتم من خلاله تقليص الجهاز الإداري اللي جوه الوزارتين عشان لما نقدر ندمجهم يبقى يتم يعني يسهل إدارتهم من وزير واحد لما يكون أحجام الوزارتين أو أكتر من وزارة أنا بكلم صفة عام أحجام كبيرة وتقول النهاردة وكل وزارة مسكها وزير وتيجي تقول يعني يدمجهم بنفس الهيكل الإداري القديم هتبقى مشكلة فيمكن عشان كده كانت رؤيتنا إن ممكن هذا الموضوع حيتم بصورة متدرجة على المراحل القادمة إن شاء الله لكن خلينا نوصل لشيء مهم جدا هذا الملف موجود ومطروح وعشان كده قلنا إن إحنا هنعمل المجموعة الوزارية للطاقة وتبقى دي مجموعة النهاردة موجودة عشان تنصق بصورة كبيرة بصورة يومية وهم حاليا فعلا بيتم التنصق بصورة يومية من أجل خروج من الأزمة اللي موجودة حاليا اللي إن شاء الله تكون في القريب العاجل المجموعة الاقتصادية موجودة ودي برئاسة رئيس الوزراء ولازم نبقى أخذين بالنا بيبقى معانا فيها السيد محافظ البنك المركزي فبالتالي المحافظ البنك المركزي موجود درجة محافظ البنك المركزي هو بدرجة نائب رئيس وزراء فبيبقى موجود مع المجموعة الاقتصادية وبناخد قراراتنا لإن أي قرار اقتصادي بيبقى مش فقط القطاع بتاع الدولة ولكن أيضا القطاع المصرفي بيبقى موجود معنا فدول يمكن أهم جزء الجزء ما قلت والحقيقة تحقيق التوازن ده بالتأكيد يعني خبال حضرتك جزء من مستهدفات الدولة واللي إحنا كنا حطنا في برنامجنا المناسسات الدولية بقالت نفذوها يعني أنتوا ما فيش يعني ما فيش جهد خلاف على مستهدف السيطرة على الدين وتخفيض الدين سواء خارجي أو المحلي في خلال الفترة الجاية من غير باتفاق مع الصندوق أو باتفاق مع الصندوق ده كان مستهدف للحكومة ومحطوط لنا المستهدف إن إحنا ننزل مدونة 80% من إجمالي الناتج المحلي في خلال الثلاث سنين الجاية ده هدف حطينه لنفسنا كدولة كحكومة بغض النظر عن اتفقنا مع الصندوق أم لا فأنا بس بأكد لحضرتك التوازن موجود وحطين لنفسنا أرقام وحطينها وحطين لكل سنة هننزل قد إيه فيما يخص نسبة الدين علشان نعمل هذا الموضوع وكان جزء من فلسفة إن أنا بدمج التخطيط والتعاون لتحقيق هذا الموضوع تسمح لي أطرح السؤال وإنا فضل إيه أنتوا عاديين مش لازم حد يقوم أولا أنا شاكر لحضرتك جدا على هذه الصراحة وهذا الوضوح ونحن كصحفيين من تبع مجلس الوزراء كنا بالفعل في أمس الحاجة لطبيعة هذا الحوار منذ فترة طويلة وبهلنا حضرتك بتجديد القادة السياسية لحضرتك وبنان علي أريد أن أطرح هذا السؤال الإنساني أولا ماذا قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كلفك بهذه المسؤولية هناك سور وهناك فيديوهات لللقاء الأول حينما كلفك بهذه المهمة لكن لا نعلم ما الذي حدث بماذا أوصاك دولة رئيس الوزراء هذا هو السؤال الأول على السؤال الثاني خاص بطبيعة ما قلت حتى هذه اللحظة هل هذا هو البرنامج الحكومة الذي سيترح على البرلمان يوم الاسطنين القادم يعني نستطيع أن نحدد من خلال ما ذكرته أن هذا هو برنامج الحكومة والنقطة الثالثة والأخيرة هي خاصة بكلام حضرتك على أن الأسبوع الثالث من يوليو سيكون هو لأسبوع النهاي لحل إشكالية الكهرباء هل معه سيتمي عادة فتح الأسواق مرة أخرى أو المحلات مرة أخرى أم سيبقى الأمر كما هو حتى لو حلت مشكلة الكهرباء لأن ده سؤال الناس بتسألوا في الشارع وشكرا لحضرك يا فكري إحنا سألنا كده مجموعة أسئلة ممكن أرجو بعد كده يريتي بأسؤال واحد بس بعد إذنك ولكن خليني بس عشان أرد على حضرتك طبعا لما تشرفت بلقاء فخامة الرئيس في تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة سيادت وأكد على حاجات مهمة جدا قال إحنا الدولة المصرية بتمر بتحديات غير مسبوقة والتحديات الخارجية بتفرض يعني تدعياتها بصورة كبيرة جدا 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 على الوضع الداخلي والدولة يعني ظروفنا ويمكن كانت إن على مدار أربع سنين متواصلة في أزمات غير مسبوقة بدءا من كوفيد أو لغاية الوضع اللي إحنا فيه النهاردة وكلها كانت يعني زي ما بيقال باللفز العالمي external shocks يعني أو صدمات خارجية وليها تدعياتها على الداخل فكان التركيز الشديد ضرورة وضع حلول عجلة وحلول مستدامة لهذه الصدمات والأزمات حل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية ويمكن سيادته دايما كان بيقولها ولكن كان تكليف واضح طول ما عندنا أزمة دولار طول ما عندنا إن احتياجاتنا أكتر من مواردنا هنظل معرضين في المستقبل لتكرار نفس الأزمة فكانت تكليف الواضح ضرورة إنهاء هذه الأزمة لازم تبقى مواردنا من العملة الصعبة تفوق احتياجاتنا كدولة لو وصلنا لهذا الوضع لن يكون هناك أي نوع من التخوف بعد كده لأي صدمات الدولة قطعت فيه كلام ده شوت كبير ولكن ده كان توجيه واضح إنه لازم الحكومة دي تبقى مرتبط عملها بهذا الهدف ولازم يبقى في أسرع وقت ممكن نصل إلى هذا المستهدف كان يعني توصية سيادته إنه ناخد وقتنا في اختيار أفضل كفاءات للمرحلة القادمة تكون قادرة على التعامل مع الملفات اللي موجودة ونقدر إزاي إنه إحنا نتحرك بصورة سريعة وكان زي ما قلت لحضرتك وده اللي يمكن طلع جزء منه في خطاب التكليف دايما التواصل المستمر والدائم مع المواطن وإحاطة كل المواطنين بكل المستجدات وأرجو يعني النقطة دي لازم ناخد بالنا منها يعني يمكن دي ظروفنا إحنا كدولة في الفترة دي وشاء القدر إنه إحنا نبقى موجودين كمسؤولين تنفيذيين في الفترة الغير مسبوقة دي إذا رجعنا شوية بالتاريخ وكلكم يعني تقدروا ما كانش فيه التحق يعني أنا أسف سرعة وتيرة التغيرات والصدمات اللي إحنا بنواجهها دلوقتي يعني إذا رجعنا كده بالذاكرة ما قبل 2011 ما كانتش الدنيا يعني التحديات الخارجية أو الظروب بهذا الشكل فكانت فكرة إن تقدر أي حكومة تخطط على مدى بعيد لديها هذا يعني مش هقول الرفاهية كانت عندها هذه المساحة إنما إحنا من نهاردة عندنا أكتر من تحدي تحديات إن إحنا في ظرف شديد الإطراب ظروف شديدة الإطراب عندنا مشاكل داخلية عايزين نحلها وفي نفس الوقت لازم نضع خطط مستقبلية لنمو البلد فالحقيقة التحديات بتفرض إن إحنا نختار شخصيات تكون قادرة على التعامل مع هذا الموضوع وأنا الحقيقة يعني كل اللي بطلبه من المواطنين وبنتهز الفرصة يعني ندي فرصة أو مساحة للوزراء والمحافظين إنهم يشتغلوا لإن على طول أول من المبارح يبتدى يعني تظهر حافظين إن هم يبدأوا شغلهم ونقيمهم ونحنقيمهم ولن ننتظر لفترات طويلة علشان نوجه ونغير التوجه علشان نضمن النجاح في خلال الفترة القادمة ده أول شي بالنسبة لللي أنا قلته دي مستهدفات اللي جات لنا في تكليف سيادة الرئيس للحكومة ده اللي إحنا دلوقتي بنترجمها لتفاصيل عشان تبقى هي دي قوام البرنامج اللي إن شاء الله حنعرضه في البرلمان لكن هي دي الأهداف اللي تترجم لمشروعات وخطط وبرامج نعرضها إن شاء الله على البرلمان علشان ناخد ثقة البرلمان في خلال الفترة القادمة بإذن الله دول أهم السؤال التالت بص يا فنم إحنا بنتكلم على منظومة ترشيد ولازم إن إحنا نبقى واخدين بنا من هذا الموضوع لازم يحصل ترشيد والترشيد بيحصل من حاجات كثيرة جدا يعني إحنا تكلمنا المواطنين نفسهم لازم يرشدوا في بيوتهم حتى لو أنا حليت الأزمة زي ما بيقول لحضراتكم وأنا بتكلم على فترة الصيف وده اللي أنا قلته ونحاول بنشتغل على بقية الحل الأزمة بصورة دائمة إن شاء الله قبل نهاية السنة لكن أأكد تاني جزء من حل المشكلة دي في عملية الترشيد يعني أنا لو رشد عشرة في المئة من الاستهلاكات موارد دولارية إضافية أروح أدفعها علشان أجيب مواد بترولية جزء من الترشيد اللي الخبر قالوا عليه موضوع غلق المحلات وقالوا المحلات تبقى يعني عشرة مساء ويعني أثير اللي بيحصل في الخارج إن المحلات بتقفل بدري عن كده ولكن أنا عارف طبيعة الشعب المصري وطبيعة المحلات ودي فيها فرص العمل وأكل عيش فعشان كده قلنا هذا الكلام لكن هنستمر في الفترة الجاية على نفس الإجراءات الترشيد علشان بس يبقى الموضوع نحقق عملية التوازن إن شاء الله معلي دولة رئيس الوزراء معايش فضالي فضالي معها الماكلفون يعني تمكين المرأة معايش فضالي هندو مختار اليوم السابع كنت عايزة أسأل لحضرتك دلوقتي استحداث مجموعة وزرية مهمة جدا لريادة الأعمال تستاقن مع تكلفات السيد الرئيس باستمرار المصاري الإصلاحي الاقتصادي وتغيير كامل في المجموعة الاقتصادية رؤية الحكومة اللي هتضعها في برنامجها القادم للمشروعات التغيرة والمتوسطة تشجيع الشباب خاصة في مجال ريادة الأعمال خاصة وأن المشروعات التغيرة والمتوسطة هي جزء مهم من الاقتصاد شكرا حضرتك هو يمكن عشان كده هذه المجموعة الوزرية كان الهدف من اقترحها وتشكيلها إنها تبقى هي المسؤولة عن دفع عجلة هذا الملف بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية لأن لنا من كتر الاجتماعات اللي موجودة تبين بوضوح شديد إن هذا الملف بيتقاطع مع عمل العديد من الوزرات العديد من الوزرات يعني وأكتر من مكان عندنا وزرات مختلفة بدون ذكر الأسماء بتتدخل في هذا الموضوع عندنا هيئة الاستثمار عندنا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الآخر لما كنت بقعد مع الشباب ومع ريادة اللي هما مسؤولين عن هذا الملف من القطاع الخاص بيقولوا طب أنا لو عايز أبدأ المشروع أروح لمية عملنا المنصة لو حركم تتذكروا لهذا الموضوع لكن أنا وجدت إن لازم يبقى خلاص بنحدد كيان معني كوزارة حيبقى مسؤول عنها وحتبدأ هي اللي تقود هذا الملف وفي مجموعة وزارية بتضم كل الفاعلين بتجتمع إسبوعيا عشان تحل أي مشاكل الموضوع إن المجموعة أنا عايز أأكد المجموعات الوزارية مش عشان فقط إنها تضع استراتيجيات وبرامج لا عشان تبقى تنفيذ يعني مثلا على سبيل المثال في التنمية الصناعية مش فقط إنها تضع استراتيجية وبرامج للصناع لا دي تدي موافقات على إنشاء المصانع تخصيص الأراضي توصيل المرافق واتتبع التنفيذ وتنزل تشوف هو المصنعة اتبنى ولا لأ خد رخصته ولا لأ جاب المكان بتاعه ولا لأ هو ده المستوى التفاصيل اللي حتبقى شغال عليه المجموعات عشان نضمن في الآخر إن المستهدفات تتحقق إنما لو عال قد يعني أنا آسف شوية استراتيجيات وبرامج ما هي موجودة وعندنا كثير من هذه الاستراتيجيات لكن أنا كل اللي يهمني فترة جاءت تنفيذ على الأرض وإزاي إن إحنا كل شهر ألاقي مصانع جديدة بتدخل مشروعات صغيرة بتطلع الشباب بيقولوا لي خلاص الإجراءات بقت سهلة بقيت قادر إن أنا يعني أقس شركة بتاعتي وأقدر إن أنا كمان أتخرج في أي وقت أقدر أعمل أي مشروع من غير ما عندي تمويل ميسر حيبقى كل هذا الكلام اللي إحنا بنستهدفه من خلال هذه المجموعات دولة رئيس فضل دولة رئيس الوزراء يعني ربما يكون كلامي مطلب وليس سؤال وهو أن التكلفات سيد رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة هي كلها تكلفات هامة ونتمنى من الحكومة الجديدة إن شاء الله أن يعينها الله على تنفيذ هذه التكلفات الهامة ولكن معليك ذكرت بإني إن شاء الله سوف يكون هناك اجتماع بشكل مستمر مع الإعلاميين والصحفيين بمقر مجلس الوزراء ونحن هنا يعني كحلقة وصل بين المواطن والدولة وهذا بند من أهم البنود التي كلف بها السيد رئيس الجمهورية بدرورة التواصل مع المواطنين لحل يعني أو للتعرف على مشكلتهم نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني تنفيذ هذا الموضوع وباستمرارية ونعرض يعني كل يعني إن شاء الله كل إسبوع هنبقى موجودين كل إسبوع كل إسبوع وحيبقى الهدف منه إن أنا أرد على أسئلة يعني مش إننا نعرض لكن الأساس إن إحنا نرد على أي شواغل للرأي العام حضركم بتنقلوها لنا وزي ما قلت حيبقى فيه اجتماعات أيضا مع كبار مفكرين وإعلاميين مش فقط يعني حضراتكم ولكن كمان ممكن يبقى كل شهر على الأقل فيه اجتماعات أخرى عشان نوسع الدايرة تفضلي منذ أسبوعين تقريبا حضرتك ذكرت إن الحكومة اعتمدت واحد واثنين من عشر مليار دولار لسد احتياجات الكهرباء في الصيف آه في الصيف عشان نعرف بس دول فقط للصيف ده مزبوط لكن حضرتك التعامل الاجتماع اليوم مصر تقريبا تعاقدت تقريبا على 17 شحنة غاز هل تم وصول أي من هذه الشحنات وجدولها إيه؟ شكرا حضراتكم التعاقد يعني الحقيقة أنا كنت بتابع الحمد لله النهاردة وزارة البترول ماشية في التعاقدات بالكامل التعاقدات هتتم على مدار شهرين يوليو وأغسطس عشان توصل الشحنات وثددهم كمان كموارد مالية هتبقى على مدار شهرين يوليو وأغسطس والتمنت السيد وزير المالية تعهد بفتح كل الفلوس كلها يعني متوفرة وحتبدأ تجهز وبقت النهاردة بعض هذه الشحنات بالفعل وصلت لكن هو الحقيقة بمنتهى الوضوح ممكن حد يقول طب خلاص ما تبدأوا بدري لأ لازم يبقى مكون الرصيد كله بالكامل عندي لأنها منظومة كبيرة جدا شغالة وكل يهمنا إيه؟ نبقى مأمنين نفسنا لأي حادث لقدر الله ممكن يحصل اليوم اللي حصلت فيه الأزمة وزادت مدد الانقطاع كان بسبب حادث استثنائي فبالتالي أنا اللي احنا عملنا المرة دي إن أنا بجيب احتياطي استراتيجي فوق الاستراتيجي يعني أنا إيسف أقول فوق الاحتياطيات اللي موجودة عشان لو حصلت أزمة أخرى اللي حصلت يوميها ما تكررش أبقى عندي الإمكانيات أن أنا أتدخل بالاحتياطيات الإضافية عشان نعمل هذا الموضوع كل ده أمناه وهو ده اللي تم التعاقد عليه الموارد المالية بتاعته تحققت وحيبقى إن شاء الله نقدر وده اللي طلبتوا منهم لو سمحتوا قلولي إحنا قلنا الإسبوع التالت لا أنا عايز تحديداً يوم نطلع نقوله للمواطن اعتباراً من اليوم الفلاني الكهرباء موضوع القطع حيقف اتفضل فيا حمدي جريدت الميل أنا عندي سؤال وحركة بتتابع دايماً التساؤلات وما أصير عن التشكيل إزاي حك تطمئن أولياء الأمور على التعليم وفي تساؤلات كتير على الاختيار اللي تم في الملف دوت فتطمئن حركة على الاختيار ده والنقطة تانية كم مرشح حضرتك قابلتهم في الاختيارات وهل الاختيار كان على هل الوزراء الجدد عندهم رؤى مختلفة للتقديم أم هو استكمال لما كان في أصابق بخطة صارمة للتنفيذ وأنا أسفى آخر حاجة ملف الثقافة وهل من الممكن أن يكون في مجموعة أخرى لقياس الأسر الاقتصادي والأسر الاجتماعي لكافة القرارات اللي تم أخذها بحيث أن يتم برضو أخذ كل الاحتمالات مع السيناريوات اللي تم أخذها ولا لا شكرا طيب خلينا خلينا بس عشان نوضح طبعا يعني الشخصيات اللي يعني قابلتها مقابلت فعلا أكتر من 65 أو 70 مرشح في كل المجالات المرشحين بيبقى بيتم ترشحهم من جهات كثيرة جدا وأيضا من مجلب من رئيس الوزراء نفسه بيبقى هناك أحيانا بعض الترشحات الأهم الجهات كلها اللي موجودة في الدولة الجهات الأمنية والجهات المسؤولة بيبقى هي اللي بتعمل الملف الخاص بكل شخص فيما يخص الفحص الحاجات بتاعته اللي بنانا عليه بيبقى قدامي اللي ما يطلق عليه السي في اللي بقعد معاه لكن الموضوع مش فقط كده الموضوع بيبقى لازم التحاور الشخصي والحقيقة يمكن عشان كده كان طول الفترة لأنه كنت حريس إننا يعني يبقى فيه تواصل بصورة كبيرة جداً وبصورة فترة يعني أخد مساحة مع الكل مرشح عشان نطمئن من هم اللي يكون الأفضل وفي الآخر هو اجتهاد وإن شاء الله ربنا وفقنا في نجاح هذا الموضوع أهم شيء في هذا الملف يعني أن يكون هناك الشخصية لديها رؤية واضحة على حل مشاكل وأزمات هذا القطاع وبالتالي في كل اللي أنا قابلتهم كنت بسألهم رؤيتك إيه هي التحديات اللي أنت شايفة في الملف ده ورؤيتك إيه في الحل وحقول لحضرتك مش مجرد تقولي أنا عايز فلوس زيادة ما هو موارد الدولة والموازنتها معروفة إنما دايماً ودي كانت كلمة يمكن دايماً سيادة رايز بيقولها كاسم مبدأ عام ممكن نكون بالرغم الإمكانياتنا المحدودة ولكن نقدر نحل أزمات خانقة عندنا بمبادرات وأفكار غير تقليدية وحد سبيل المثل لحضرتكم المبادرات الرئيسية الرئاسية اللي اتعاملت لموضوع الصحة القضاء على قوام الانتظار فيروس سي الكلام ده كله دي كنا بنعمل إيه بندخل على مشكلة معينة نروح حلنها فبتعمل على طول انفراجة في أزمة كانت كبيرة جداً وعشان كده يمكن كان حرصي في كل المناقشاتي مع المرشحين أسأل كل واحد فيه رؤيتك إيه الحل لهذه الأزمة فالحقيقة كانت الرؤى اللي بتدفئ يعني قدامي يعني بتطمئن إن الشخص عارف الملفات وشايف وفاهم حيعمل إيه وعارف من أول لحظة لما حيدخل على أنا بكلم هنا بصفة عامة حيدخل على الملف حيعرف يشتغل عليه إزاي لأن لا نملك رفاهية إضاعة وقت في مجرد إن أنا لسه أفهم ملفات العمل اللي في الفترة دي عشان كده كان دايماً محاولة الاختيار إن حد يبقى من التخصص وفاهم هذا الملف ولا يوجد شيء ولا غضب أن يكون من الجانب الآخر مش لازم يبقى من الجانب الحكومي فاسقاً بالعكس ده بيبقى من الأفضل أحياناً إنه واحد يكون منغمس في العمل في القطاع الخاص وفي السوق بالتخصص ونجيبه بنجاحاته وإن هو نقوله تعالى وحط وحل معانا في هذا الموضوع أنا بس حبيت أأكد هذا الشأن لأن إحنا شغالين على هذا الموضوع عشان كده بس أنا كل اللي بطلبه ندي الفرصة للسادة الوزراء يبدأوا يشتغلوا على ملفاتهم ونقيم بعد كده أداءهم وزي ما قلت لحضراتكم يعني وطيرة العمل للمرحلة الجاية مش هتخلينا نستنى كتير عشان نقيم مدى النجاح أو الفشل حيبقى عايزين مع التحديات اللي موجودة نطمئن إنه لازم الموضوع يقدر إن إحنا نطمئن إنه ماشي على التراك الصح لو لقينا إن في مشكلة ما فيش أي غضادة إنه يحصل تغيير وتعديل الثقافة الثقافة طبعا ملف مهم جدا وعشان كده أنا حطيته ضمن مجموعة التنمية البشرية وده لوحده وحيبقى ملف كبير جدا لإن دائما بنقول إن قوة مصر النعمة كانت في ملف الثقافة وعشان كده برضو كان يعني بمنتال أمانة اختيار الوزير بناء على رؤية واضحة جدا أعرضها علي إزاي حتحرك في هذا الملف لاستعادة قوة مصر النعمة في ملف الثقافة واستغلال الأصول الكبيرة جدا اللي بتمتلكها الدولة ممثلة في ودارة الثقافة والأهم الوصول للشباب ودي كانت نقطة يعني الحقيقة كانت موضع نقاش طويل مع سيادته وإحنا شعب النهاردة أكتر من ستين في المية من الشعب بتاعنا تحت الأربعين سنة فبالتالي إحنا أمة شابة وخلينا نعترف بصراحة يعني شبابنا النهاردة ما بقاش بيتابع بالصورة المرجوة الحركة الثقافية اللي موجودة وبقى بيستقي ثقافته من الخارج خلينا نتكلم بمنتال شفافية وبالتالي كان أهم الملفات اللي نجتمعها كيف نستعيد قوتنا لنعمل أول في الداخل قبل ما ننطلق للخارج ودي نقطة حيبقى هي دي شغل الشاغل لوزارة الثقافة ممكن ناخد آخر سؤالين اتفضل احنا حنبقى موجودين دايما كل أسبوع مع حضراتكم وإن شاء الله يعني الفرصة تبقى موجودة للجميع مسائل خينا على حقكم عمر محمد الكهير ربع عشرين سؤال بحديث عن الدعم حدثت مع الحكومة النهاردة عن تحويل الدعم من الممكن أن يتحول من دعم عيني إلى دعم يعني هل ده نهج الفترة الجاية إن شاء الله يبقى فيه قرار كده والحاجة الأخيرة تحريك سعر ريف الخبز من خمس قرش لعشرين قرش طبعا ده ما حصلتش من تلاتين سنة هل فيه قرار تاني أن يتم تحريك سعر ريف الخبز في فترة مقبلة أو نهج الحكومة تتخذوا لإرغاء الدعم الكامل عن ريف الخبز شكرا دعونا نتكلم على موضوع الدعم العيني والدعم النقدي أنا لما ترحت هذا الموضوع قلت أنا كل الخبراء الاقتصاديين بلا يعني أنا أسف بلا استثناء ما 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 أعدتش مع خبير اقتصادي إلا وقالي الحل الدولة على المدى المتوسط هو التحول إلى الدعم النقدي وهذا هو النظام اللي يضمن كفاءة في الموضوع ده ما فيش خبير اقتصادي مش بتكلم على خالص أعضاء الحكومة أنا بتكلم أنا قعدت مع عشرات بلا مبلغة الخبراء الاقتصاديين كلهم قالوا لي لازم تتحرك إلى الدعم النقدي لكن عشان أقدر أتحرك للدعم النقدي محتاج يعني خطوات تمهدية كبيرة أهم حاجة منها أن يكون عندي منظومة معلومات مميكانة بالكامل وعلى فكرة المنظومة دي شرط للاتنين لدعم عيني أو دعم نقدي ويمكن أن شرحتها قبل كده أن إحنا بقى عندنا منظومة متكاملة البيانات المواطنين على مستوى جمهورية ولكن يتبقى إيه هي المعايير اللي أطبقها اللي بناء عليها أقول ده يستحق وده لا يستحق بمنتهى الأمانة وهل هو الموضوع الدعم ممكن يبقى متدرج بمعنى شرايح يعني واحد ياخد 100% دعم واحد ياخد 70% واحد ياخد 50% كل ده أنا قلت الفكر والتوجه واضح أن الناس كلها الخبراء البلد بيقولوا بمفروض نروح لهذا التوجه دعم نقدي ولكن حتى لو استمرين على دعم عيني لازم يعني يبقى هناك منظومة معلومات ومعايير للتطبيق تضمن الكفاءة وإن الدعم بجد يصل إلى المستحق الفعلي لأن خلينا نعترف فيه ناس بتاخد الدعم أو فيه منظومات تلاعب بتؤدي إلى أن جزء من الدعم ده ما بيروحش ليه الناس المستحقين طيب الكلام ده عشان يتحقق ده اللي أنا طلبته إن الحوار الوطني مع الخبراء ويدعو لهذا النقاش ويجينا بخطة عمل لو طلبت إن يبقى المدى الزمني بتاعها نهاية 24 يجوا يقولوا لي لأ إحنا شايفين تستمر على الدعم العين خلاص نستمر على الدعم العين وإيه هي المواصفات والمحددات اللي نضعها لك عشان إيه أنا كل اللي يهمني حاجة واحدة كفاءة المنظومة حرام إن يبقى بنحط هذه الكمية الكبيرة جداً بالدعم وفي الآخر نجد إن على الأقل ورقم مثلا 20-25% منه مش رايح للمستحقين أنا كل اللي يهمني أنا مش عايز أنه أقلل الرقم أنا عايز إنه يصل بجد للمستحق ده وارد وده قلتها ممكن نزود المقابل نفسه القيمة في سبيل إن أنا نشوف إن حجم الدعم اللي موجود ده دلوقتي مش كافي كرقم مالي مبلغ وبالتالي لو أنا برشد وقدر أقول إن أنا اديت لعدد محدد ممكن أرفع الرقم عشان في الآخر أنا عايز إيه أخدم فئات فعلاً أنا عارف إنها بتعاني دي النقطة اللي أنا حبيت أأكد لحضرتك الموضوع بالتنسيق مع الحوار الوطني اللي حيصلوا إليه حنعملوا بالنسبة للموضوع الخبز إحنا طلعنا هذا الموضوع ولكن برضو مع الفترة القادمة ما فيش النهاردة أي توجه يعني على المدى قصير لأي حاجة تانية أنا بس بأكد لحضرتك وبقولها لكن النهاردة مرة أخرى لو وصلنا وده جزء من الموضوع لو وصلنا إن منظومة بقت متكاملة للدعم وتعاملت واتطبقت لن أكون بقى في حاجة لموضوع تغيير سعر صرف عيش أو كلام ده كل لأنه خلاص حتبقى فيه منظومة متكاملة بتشمل كل شيء ده الحل الأفضل الحل الأفضل بدل منه كل واحد فينا متحسب يعني أي حكومة ما أحدك قلته هم من أكتر من 34 سنة ما حدتش خد القرار ما هو كان ممكن لسان حل ما عليش خانينا نتكلم بمنتهى الشفافية كان ممكن لسان حل أي حد بيقول إيه طب هي ما ممكن في فترات متعقبة المؤاسف فترات سابقة ده لو كان كل سنة بيزودوا شيء لن أنا آسف كانت المشكلة ما بقيتش موجودة صح؟ ما كان ممكن يتقل كده ما هو بعض الناس لما قعدت معاهم بيروحنا مش فاهمين هو الحكومات السابقة هي ليه كانت ما هو ممكن ده لو كان كل سنة ده لو كل حول حركة حاجة كل سنتين يزودوا خمس قروش على الرغيف كانت المشكلة ما بقيتش موجودة لكن الملف ترك وكان في الآخر في المرحلة معينة وصلنا أن كان لازم نعمل نوع من التحريك في إطار فقط ترشيد حجم الدعم اللي موجود فبالتالي على المدى القصير ما فيش أي حاجة أنا بتركها لأليات موضوع الدعم كله ونشوف موضوع الدعم حنتحرك فيه إزاي وبناء عليها نبدأ نشوف نتحرك إزاي لكن على المدى القصير ما فيش أي توجه في هذا الشأن آخر سؤال أحمود مطوع صادر البلد طالب حضرتك تحدثت عن استحداث مجموعة وزارية ليقطع السياحة والحكومة مستهدفة وصول 30 مليون سائح خلال عام 2028 هل نحن قادرين لبناء فنادق وغرف فندقية للوصول لهذا العدد في 2028 بص طبعا هذا العدد إن شاء الله نكون قادرين المنظومة السياحة خلينا نتكلم بتمس شقية عشان نبعارفين الموضوع شق السياحة وشق الوصول إلى الدولة اللي هي مصر وده إحنا مشكلتنا في مصر إن 95% من السياحة اللي بتجلنا بتجلنا من خلال الطيران أوروبا إحنا بنسمع إن دولة أسبانيا أو إيطاليا بيحققوا 70 و 80 مليون سائح لو حضراتكم شفتوا تفاصيل الرقم دي هتلاقوا الغالبية العظمى منها من عن طريق النقل أو الانتقال من خلال الطرق دول أوروبا الناس اللي في الدول المحيطة بياخدوا العربية بتاعتهم يروحوا طالعين على أسبانيا أو إيطاليا أو حتى بالقطر فجزء كبير جدا من السياحة اللي بتروح لهم بتروح لهم من خلال وسائل نقل بتربط جوا القارة بتاعتهم مشكلتنا كمصر إن السياحة كلها بتجيلنا من خلال الطيران نتيجة لإن بعدنا عن الأسواء اللي بتجيلنا بتيجي بالطيران فهو الموضوع جزئين طيران وسياحة عشان كده كان هدفنا مستهدفاتنا مع الطيران أزود الأسطول بتاع مصر الطيران وأيضا شركة الشركات التابعة ليه اللي هي بتطلق عليها الطيران منخفض التكلفة زي شركة زي إيركايرو وأيضا تشجيع القطاع الخاص إنه يعمل هذه النوعية وأيضا إعطاء حوافز للشركات الدولية والعالمية اللي بتعمل طيران منخفض التكاليف إنها تيجي عندي ويبقالها برامج مستمر فشغالين في منظومة الطيران لإني لازم أزود عدد الطيرات اللي بتيجي عشان تنقل السياحة يتبقى الشق اللي حضرتك قلته أنا محتاج عشان أطلع العدد الغرف اللي موجودة حاليا وشغالة في مصر أقصاها تشيل 18-19 مليون سياحة يبقى أنا محتاج جزء إضافي عشان أفصل لمستهدف التلاتين وهو ده اللي احنا بنشتغله مع القطاع الخاص مشروعات اللي أعلن عنها في السحل الشمالي سواء مشروع راس الحكمة مشروع ساوس ميد اللي أعلن وبقية المشروعات ورؤية الدولة النهاردة للسحل الشمالي إن كل المشروعات الكبيرة اللي تتعمل يبقى الشق السياحي وإنه يشتغل 9 شهور في السنة من شهرين و3 على الجانب الآخر في البحر الأحمر بالإضافة إلى المدن الأثرية والتراثية فبالتالي عندي خطة واضحة كل سنة المفروض أبني عدد غرف قد إيه والأساس هو القطاع الخاص لكن اللي عايز أقول لحضرتك بسبب الأزمات اللي كانت موجودة في مصر اعتبارا من 2011 فيه كانت مشاريع غير مكتملة في مناطق بعينها وتوقفت فالنهاردة كل تركزنا أقوى لسنتين 3 أخلي هذين مشروعات تكتمل عندي عدد كبير جدا حقول لحضرتك ما لا يقل عن 60-70 ألف غرفة في مستويات تشطيب متفاوتة لو ركزنا عليهم حيدخلوا الخدمة ده بالإضافة للبابني جديد فده كله النهاردة شغالين عليه وحيبقى الشغل الشاغل للمجموعة إزاي ننفذ هذا الكلام إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم جميعا وإن شاء الله حيبقى هذا المؤتمر على كل إسبوع بإذن الله ويبقى كل القضايا اللي حضراتكم عايزينها أنا حكون على أتم استعداد للإجابة عنها أنا وزملاء الوزراء إن شاء الله شكراً يا جميعاً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة